هكذا بدى المشهد في أراضي الرأس غرب سلفيت قامع وحشي للمشاركين في الحملة التطوعية التي نظمت لمساعدة المزارعين في الوصول إلى أراضيهم وقط في ثمار زيتونهم حيث مرت عاشرة أشهر لم يسمح لهم فيها الاقتراب من المنطقة هاي الأرض لنا ومعنا أوراق فيها كاملة ومن حقنا إننا نلقي الطمرها أنا عندما بزرع طول السنة وبخدمها طول السنة ويجي عندما يجي الإنتاج يوقفوني على إيش؟ بأي حق يجي الجنود المسلحين أنا إيش؟ معيش غير الأدوات الزراعية يعني هم ما بتطولهم الظلم عمره ما طول وهي الأرض بترفض أي ظلم اليوم كما ترى حشد الجيش كواته هنا لمنع المزارعين في الوصول إلى أراضيهم هذا يحدث الأول مرة هذا العام لأن هذه البؤرة أنشأت منذ عام هنا وبدأت هذه البؤرة تعتدي على أراضي المواطنين وعلى المزارعين لذلك اليوم إن شاء الله سننتحم هذا الحصار الذي يفرض هنا ونصل إلى أراضي المزارعين لكي نمكن المزارعين من قطف زيتونهم إن شاء الله إغلاق المنطقة بالكامل وفرض طوق مشدد في محيطها وحجد عشرات الجنود المتأهبين لإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه المزارعين ومن جاء لمساندتهم 50 دنوم زيتون 50 دنوم إن بتحكي عن 500 شجرة زيتون بيعملين في السنة 80 تنكزيت كيف أنا هسا بضل قطخن أجل الشباب هنا مشان الجماعة مشان يساعدوني في القطخن لكن مش مخلين حدا مننا يفوت بقولوا ارجع بكوا اعمل تنسيق مع الارتبار أنا أرضي لازم أعمل تنسيق حتى أفوت عليها الأرض أرضي أرض أبا واجلادي معي الأوراق الكثبتين لي جولة من معركة مستمرة مع الاحتلال يسعى إلى فصل الأرض عن أصحابها ومنع وصولهم إليها وقمع كل من يقترب من أراضي الرأس المنطقة التي بات خطر المصادرة يتهدد أربعة آلاف دنوم فيها عشرة أشهر من الإغلاق وما زالت أراضي المزارعين محرمة عليهم ومغلقة بقرار من الاحتلال الذي جعل إفراغها منهم هدفا أول له من أراضي منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت محمد الشتي تلفزيون فلسطين